مواجهة وحرب تصريحات متبادلة بين مجلس النواب العراقي وبين المفوضية العليا المستقلة لانتخابات حيث أعلنت المفوضية عدم استجابتها لقرار البرلمان العراقي الأخير القاضي بإلغاء نتائج الخارج والعد والفرز اليدوي لأقل من 10% من صناديق الاقتراع رئيس المفوضية العليا معن الهتاوي قال في مؤتمر صحفي في العاصمة العراقية بغداد إن قرار البرلمان العراقي الأخير بشأن الانتخابات يخالف القوانين النافذة في البلاد الهتاوي أشار إلى أن المفوضية ستنظر صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا بهذا الشأن معتبرا أن المحكمة الاتحادية هي الوجهة الوحيدة المخولة بإلغاء نتائج الانتخابات مردفا بالقول بأن النتائج تعبر عن إرادة الناخبين حيث أن مطابقة النتائج لما كان في صناديق الاقتراع كانت مطابقة 100% مشيرا إلى أن العمليات الانتخابية كانت منظمة وهذا شمل استقبال الطعون وبين الهتاوي أن المفوضية هي الوحيدة المكلفة بالتدقيق في الطعون وأن نظر في الطعون ليس من اختصاص الليجان الفنية مشيرا إلى أن الهيئة القضائية ستنظر في الطعون خلال عشرة أيام ولفت إلى أن المعترضين على قرارات المفوضية بإمكانهم الطعن فيها أمام محكمة التمييز الاتحادية التي تكون قراراتها قطعية داعيا جميع إلى احترام القانون وأن كلمة القانون فوق البرلمان ترجمة نانسي قنقر